ونذكركم مشاهدين بالخبر الأخير الوارد من غزاحة وفاد مراسل الحدث باستهداف إسرائيل مبنا في مخيم النصيرات بعد معلومات عن تواجد قائد القسام مروان عيسى بداخله أضاف مراسل الحدث أن إسرائيل لم تؤكد نجاح أو فشل عملية اغتيال عيسى كما أكد الصحيفة جروسلين بوست استهداف مروان عيسى نائب قائد كتائب القسام في غارة جوية يوم السبت مشيرة إلى احتمال مقتله عيسى هو نائب محمد الضيف والرجل الثالث في القيادة العليا لحركة حماس ورغم أن استهدافه كان يوم السبت أجاز الجيش الإسرائيلي النشر صباح اليوم الاثنين من القاهرة ينضم إلينا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامير غطاس أهلا بك معنا على شاشة الحدث كل عام وأنت بخير رمضان كريم غزة تحت القصف والحصار غزة تحت القصف والحصار في رمضان لماذا لم تنجح كل المحاولات لإبرامي هدنة في شهر رمضان ولكن قبل ذلك أتطرق معك لهذا الخبر الأخير لماذا تم الأعلان اليوم أو أجازة إسرائيل الأعلان اليوم عن استهداف هذه الشخصية ولماذا لم تعطي تفاصيل حول نجاح أو فشل عملية استهداف قائد كبير في القسام والقائد الأكبر عسكريا هو بمثابة رئيس أركان قوات القسام لأنه محمد الضيف شخصية اعتبارية لكن مروان عيسى هو القائد الحقيقي الفعلي للعمليات العسكرية والقائد العسكري كانت هناك معلومات قبل أسبوع عن توزيع كبار قادة القسام وحماس السنوار وشقيقه محمد في خميونس هو محمد الضيف وكانت هناك معلومات عن أن مروان عيسى موجود في مخيمات الوسطى وخاصة عند صيرات إسرائيل أرجأت وما تذال ترجع حسم موقفها وقرارها ما إذا كانت قد نجحت بالفعل في اغتيال مروان عيسى أو لا لأنها تفحص الجثث التي تم اغتيالها في هذا المبنى هذا المبنى وفقا للمعلومات الإسرائيلية وردت معلومات بأن مروان عيسى موجودا في هذا المنزل قصفته إسرائيل قتل أكثر من خمسة أفراد وجرح تسعة آخرين ما تذال إسرائيل تبحث ما بين هؤلاء عن ما إذا كان مروان عيسى بالفعل موجودا بينهم أو لا هذا الخبر لم يؤكد بعد حتى الآن لكنه في تقديري سيكون خبر هام ومنعرج مهم جدا لأن مروان عيسى كما أشرت هو رئيس أركان الحقيقي والفعلي لقوات القسام وهو شخصية همة جدا لدى القسام والمقاومة الفلسطينية واغتياله سيؤدي إلى تداعيات خطيرة في المنطقة ربما يحصل تصعيد كبير دعنا نتحدث عن هذه التداعيات أي نوع من التصعيد مرتقب إذا ما فعلا كانت إسرائيل قامت باغتيال هذا القيدي الكبير في القسام يعني أولا علي أن أقول أنني شخصيا قبل حتى تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن أنا أول من استبعد القيام أو تنفيذ عملية رفح البرية التي طال الحديث عنها في شهر رمضان وأوردت ثلاثة أسباب أساسية لاستبعاد قيام إسرائيل تنفيذ إسرائيل بهذه العملية في شهر رمضان ومع ذلك فإنه اغتيال مروان عيسى قد يؤدي إلى تصعيد في العمليات داخل قطاع غزة المجموعات التي ما تزال في الزتون ما تزال في الشمال ما تزال في خنيونس تحديدا يعني رفح أعتقد أنها خارج الحسابات نتيجة الكثافة السكانية العالية التي لا تسمح لأي طرف بتنفيذ عمليات سوى القصف الجوي الذي تنفذه إسرائيل قبل يومين ثلاثة إسرائيل قصفت برج اسمه برج المصري لا يبعد سوى 500 متر عن الحدود المصرية هدمته بالكامل هي لم تدخل على الإطلاق بقوات برية حتى الآن ولا تنفذ عمليات برية وبالمقاومة أيضا عملياتها محدودة في رفح لكن ما تزال هناك بعض جيوب المقاومة المجموعات التي تقاتل بشكل إفرادي سواء في خنيونس في غرب خنيونس تحديدا وفي غرب رفح أيضا هناك مجموعات صغيرة تقاتل لكن التركيز الأساسي هو في منطقة الزتون في النصيرات في محافظة الوسطى أعتقد أنه إذا ثبت بالفعل أنه تم اغتيال مروان عيسى فأتصور أنه ستكون هناك تصعيد في العمليات وقابلها بالطبع عمليات إسرائيلية مضادة لم تتوقف على الإطلاق كنت أريد أن أضع عنوان لما يحدث الآن هو حرب منخفضة الوتيرة الحرب لم تتوقف بالتأكيد لكنها باتت منخفضة الوتيرة لا توجد اكتياحات واسعة لا توجد عمليات كبيرة لكن القصف مازال مستمر وإسرائيل يجب أن تدان حتى على مقتل واحد فقط من قطاع غزة لكن هذه هي الوتيرة التي سوف نشهدها فيما أعتقد طوال هذا الشهر هل هذا سيكون بديل عن فشل المفاوضات في إنجاح هدنة لشهر رمضان هدنة الستة أسابيع التي كانت هناك محاولات مصرية إقليمية دولية لإنجاحها عزيزتي دوحة دعيني أتحفظ قليلا عن تعبير إصطلاح فشل لأن بعض التقارير كانت تقول أن مرة أخرى سوف يلتأم تلتأم اجتماعات القاهرة الأحد اليوم وكان سيدخل عليها تعديل نوعي لكنها تأجلت إلى موعد لم يحدد بعد لكن هذا لا يعني انهيار مباحثات الهدنة أو فشلها الباب لم يغلق لكنها موارب دليل على ذلك أن الأسبوع الماضي شهد عديد من الاتصالات الهامة ربما لا تكون بنفس أهمية اجتماع يعقد في القاهرة مجددا لكنها اجتماعات شديدة الأهمية وليام بيرز مدير المخابرات الأمريكية وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية وانتقل منها إلى إسرائيل والتقى رئيس المساد هناك هناك أيضا مؤشرات هامة جدا من حماس رغم الخطاب المتحج قليلا فإنها أبدت مرونة في مسألتين كانت عالقتين دون حل المسألة الأولى أنه تم إبلاغ أسر الرهائن الإسرائيلية الأحياء عن وجودهم أبلغت إسرائيل أنها تلقت معلومات عن الرهائن الأحياء وهذا يعني تطور مهم جدا رغم كما أشرت الخطاب يعني لا يجب أن ندفع كثيرا وراء الخطابات الحنزورية المتشددة لكن هناك بيانات قالت إسرائيل ولم تزد قالت أنها لن يعني تتوسع فيه الإدلاق بمعلومات عامة وصلها لكنها أبلغت بالفعل أسر الأحياء من الرهائن عن وجودهم أحياء المؤشر الثاني أنه الحماس أبلغت عن وجود أربع قتلى من الرهائن بأسمائهم وهذا تطور جديد لأنه كل المفاوضات تجري في جزء هام منها حول المعلومات وبالتالي وجود معلومات بالطبع حتى الآن لم يعرف أحد عدد القتلى يعني إسرائيل أبلغت أسر الضحايا عن 33 قتيلا من الضحايا حماس رفعت أربعة إلى جانب الأربعة وثلاثين ولكن هناك تقديرات عند حماس تشير إلى أن العدد أكبر بكثير أشرت أن المفاوضات جزء هام منها يجري حول المعلومات من هم الرهائن عددهم نوعهم إلى آخر صحيح وكان مطلب من رئيس الوزراء بن يمين بن يحو وانتقد عليها طوائم كاملة لكن تم التنازل عنها والآن وقد قدمت حماس هذه المعلومات ماذا أيضا تنتظر إسرائيل حتى توافق على هذه الهدنة أيضا حماس قالت أنها منفتحة على أي صيغة تنهي الحرب هذا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إذن ماذا تنتظر إسرائيل لإنجاح هذه المفاوضات يعني إسرائيل كما هو معروف وأشرنا إلى ذلك يعني عشرات ربما أكثر من عشرات المرات أن نتنياهو هو الذي يعرق هذه المفاوضات ونعرف جميعا أهداف نتنياهو هي شراء الوقت مدى الحرب أكثر ما يمكن الحصول على ما يسميه بنصر حاسم تأجيل العملية عملية رفح لا يعني الأسباب التي أشرت إليها وكنت ربما أول من أكد على استبعاد العملية في شهر رمضان هذا لا يعني على الإطلاق أن العملية ألغت العملية أجلت لأن هناك إجماعا إسرائيليا حتى من بني جانتس اللي هو زعيم المعارضة الموجود في حكومة طوارئ وأيزن كوتج جنرال البرافق له بالعكس متحمسين تماما لهذه العملية واستطلاعات الرأي تعطي نسبة أكثر من 60% في الشارع الإسرائيلي تؤيد مثل هذه العملية لكن نتنياهو يرجع ليبتز حماس أكثر ليحصل على مكاسب أكثر ليزعم كعادته أنه ضغطه العسكري وتشدده هو الذي أفضى إلى تليين موقف حماس هناك مؤشر جديد أن رئيس المساد ومدير الشينبيت ضغط داخل إسرائيل على نتنياهو لكي يحضر الجولة التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم وأن يعطى الاثنين صلاحيات أكبر للمشاركة في هذه المفاوضات ترجمة نانسي قنقر